الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى إلقاكم هذا الفيديو وأنتما في أحسن الأحوال إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملح ربي يحفظكم وينجيكم يا رب تنشكر المتابعين القدام أجداد تنشكرهم بزاف والناس اللي تحقوا بهذه القناة تنشكر المتابعين اللي تدخلوا القناة وما تيخليوا لايك سنقول لهم يارب يحفظكم وينجيكم إلى خليتوا لايك باش تدعموا القناة وتزيد القدام إن شاء الله بكم باش غادي نواصلوا وبكم إن شاء الله نكونوا مزيانين نكونوا غاية نكونوا ملح اليوم الوصفة ديالي هي عبارة على حجر وتفسيخة أي تفسيخة عندك أي حاجة عندك في البيت غادي تخدمها في هذا الحجر ديال الحمية اللي غادي جيبهم اللبحر وغادي تأخذوا واحد العدد عدد بفردي وغادي إن شاء الله تحلي به العقد اللي عندك العقد اللي عندك إما زواج وإما توقيف الحال في العمل وإما توقيف الحال في أي حاجة إن جاب أولاد مال أي حاجة غادي تحطيها في البال ديالك وغادي إن شاء الله بحول الله وقوتي غادي تكوني إن شاء الله من الناس اللي غادي يحيدوا المتاعب ديالهم ويحيدوا تقاف اللي عندهم تقاف بالنسبة لناس اللي متقفل لهم العمل كيني الناس اللي متي خافوش الله تتقفوك علي العمل ما تبقاش تخدم ما تبقاش توصل حتى العمل وترجع البنت أن تكون بغادي ووج يجيوا الخطاب حتى الباب ورجعوا لأنها عند المانع المانع هو التقاف التقاف اللي تكون الأم تقفى بنتها وما بقاتش حاقلة على التقاف ها الوصفة اللي غادي إن شاء الله تحليكم التقاف بإذن الله ولكن هذو الصفة قديمة ديال جدودنا وكانوا تحلوا بها بإذن الله الواحد القهار إذن الناس اللي عندهم مشاكل ديال توقيف الحال الناس اللي عندهم مشاكل ديال الحال واقف الزوج بعد الأحيان تيكون خدام ولكن بعد توقف أنه عنده توقيف الحال ما فهه بس غدينشي للبحر غدينجمع هذا الحجر حجر اللي تيكون في البحر يريد تجيبوه وتحاولوا أنكم ديروا بالنية اللي غدي نعطيكم والنية الحسنة وإنسان يحاول أنه يخدم بالنية النية حسنة لابد ربي يعطيك اللي فيها الخير ولكن تما تضرح تحت بغيتي غير تحل الحويج اللي عندك فيهم عراقين أو عندك فيهم مشاكل لابد أنك تكون إيجابي بوصفة شعبية أو بوصفة ربانية لابد أنك تكون إيجابي سبب عبدي وننعينك لأن إلى سببتي ربي غدي يعونك ولكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب ربي سبحانه وتعالى قادر يحيد أي ابتلاء على الإنسان ولكن تكون نية لك حسنة تكون بغي الخير للناس والخير لك ولكن لكان عندك توقف الحال لابد نجري على رأسي ونكون إيجابي بذكر الله إذن غدي نمشي ناخد أي بخور ناخد أي بخور ونضع معه الملح أي بخور غدي نوضع معه الملح بحال هنا عندي عندي صرغينة لأن صرغينة رائعة تطرد التابعة عندي الفيجل أنتم معارفين السداب الفيجل والحرمل والملح الناس اللي بغين يوضعوا أوراق السدر أو يوضعوا بخور طيب أو يوضعوا أي حاجة أنتم ما في الاختيار الناس هذا السداب والحرمل والملح والصرغينة صرغينة رائعة تتحيد لقرينة وتحيد التابعة وتحيد العكس بإذن الله إذن الناس اللي بغين يكونوا إيجابين لابد يديروا هذا الوصفة لأن وقت المحر موجود هذا حجر السخري لابد أنكم تديروا غادي ناخد بالفرد إما ناخد 7 أو 9 أو 11 أو 15 أنتم بالاختيار غادي أنا ناخد 11 حجر سوف نحط فوق النار ونحاول أن هذا يسخن بزاف إذن إن شاء الله سوف ناخد 11 قطعة أنا اخذ 11 قطعة ديال هاد الحجر اللي تيكون في البحر سوف نوريكم كيف سوف ندير لهم ونرجع إن شاء الله سوف نحو بحول الله وقو سوف نحط فوق النار حتى يسخن ويقول اللون ديالهم أحمر بحلقة يقول اللون ديالهم أحمر وغادي نحط هم بشي مقلات وغادي البنت تاخد كأس الماء كأس الماء تقرأ عليه الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وآية الإبطال سبع مرات الفاتحة آية الكرسي آية الإبطال أعود بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عامل المفسدين وغادي نطفيها تحت البنت اللي بغا أنها تبطل أو الولد اللي بغي يبطل لأنه بعد الرجال دخلوا عندي قالوا يا تتضري غير على النساء ولكن الوصفات ديالي كلهم عامة من الصغير حتى الكبير كل شيء يدير الوصفات الربانية تقدر تدير خمس وصفات في الأسبوع ما شيء مشكلة لأنهم كلهم بالقرآن الكريم وكلهم برحمة الله إذن غادي نحطهم فوق الغاز وغادي نحط فوقهم تفوسخة وغادي نطفي بهذا الكأس اللي قرأت عليه الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وآية الإبطال سبع مرات وغادي البنت تلبس يجي الباب وتبطل عليها القديم والجديد وفي نفس الوقت غادي بحول الله وقوتي أنها غادي تنحي عليها العراقي اللي عندها هذه الوصفات تديرها إما يوم السبت ولا يوم الحد ولا يوم الاثنين الأيام كلها مزيانين بخصوصا الأربعاء والسبت حاولوا أنكم تحيدوا عليكم الأصحار وتوقيف الحال والمشاكل اللي كينين إذن غادي نحطهم فوق النار إن شاء الله نوريكم كيفاش أنهم في آخر الفيديو غادي تشوفوا كيفاش غادي بحول الله نحطهم فوق النار وغادي نتفوهم تحت من البنت إن شاء الله وهذا الحجر غادي نخزنوه الرشو بالريحة ونخزنوه في أي مكان أي وقت بغيت نعود الصيغة غادي نقدر أنعود الصيغة لأن الصيغة رائعة وأكثر من رائعة الوقت اللي تدخويف الماء على الحجر غادي تقولي اللهم أبطل عني جميع العوارد اللهم أبطل عني جميع توقيف الحال اللهم أبصخ عني جميع العوارد إذن غادي أبقوا حتى الفيديو الأخير وغادي تشوفوا كيفاش غادي إن شاء الله حطهم فوق الغاز وغادي إن شاء الله بحول الله وقوتي غادي تديروها وإنتم مطمئنين لأنه غير كلام الله هذا الماء اللي طفيتوه على الحجر غادي تجمعوه إلا كان كثير الماء غادي تلحوه في مكان عاشب هذا البخور غادي تحطوه فوق الحجر إذن أحبابي ما بقى اليمن قول لكم إلا الله يعونكم ويسخر لكم ما في السماوة وفي الأرض ويكون لكم عون ومعين في كل الأمور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هانتو ما شوفو هانتو ما أنا حطيتو فوق النار غادي نبطل لبنتي به إن شاء الله وغادي إن شاء الله غادي تتوفو كيفاش غادي نبطلها إن شاء الله خليهم محتئ يولوا حمرين إن شاء الله شكرا شكرا شكرا